إيران قامت بانتخابات برلمانية في الداخل وكانت نسبة المشاركة ضعيفة جدا على المستوى الرسمي قالوا بأنها 40% ولكن غارديون البريطانية قالت بأنها 27% في كل أنحاء إيران وأن 11% في طهران كانت طهران تقريبا فارغة لم يذهب أحد للتصويت في الداخل في أحسن الحالات بعض الأوساط الإيرانية قالت أنها 30 أو 32% ألا تعتقد طبيعة المشاركة في الانتخابات الضعيفة التي واجهتها إيران ممكن أن تدفع إيران لتصدير المشاكل للخارج تصدير الحرب أو تسجيع حزب الله لبناني أو تسجيع الفصائل الموجودة في سوريا للاستمرار بالضغط على إسرائيل لإبقاء الأنظار بعيدة عن ما يجري في الداخل نعم ربما سوف يكون هذا هو هدف القائد الأعلى والذي هو إلهاء الجميع عن فشله داخل إيران فيريدوا بالتأكيد أن يلهي الآخرين من خلال إطلاق محور المقاومة للتصعيد ضد إسرائيل وضد القوات الأمريكية والحوثيين في البحر ولكن في الحقيقة قد هزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الآن قد كشفت على أنها قوة محزومة بالكامل محور مقاومتهم قد قطعته أمريكا وإسرائيل إيرابا وربما كما قلت مستوى المشاركة في الانتخابات هي ربما 20% فقط أو أقل حيث أن الناس قد قطعوا الانتخابات فليس هناك أي دعم لهذا النظام في إيران أنا متفاجئ حقيقة لأنه لم يكن هناك ثورة في إيران بعد الانتخابات ليظهر مدى مستوى كره المواطنين لهذا النظام ولكن هذا يظهر احتمالية بأن النظام في طهران ربما سوف يطلب من محور المقاومة أن يصاعد ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة من أجل نعم الإلهاء عن هذا الفشل الداخلي